ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة واستعرض مدبولي نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين ضمن جولة شملت أيضا عددا من المشروعات السيحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء بمدينتي طابة ونويبع موضحا أن زيارة سانت كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلامة والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقاومات السيحية التي تحظى بها المدينة وإبراز مكانتها التاريخية والدينية